أريدت إزاي الزيارة مبارح زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون لمصر بالأمس؟ زيارة في توقيت مهم جدا للإقليم تعكس عمق العلاقات المصرية الجزائرية تعكس رؤية خاصة لأهمية موقع الجزائر في دائرة التحرك المصري في القرى الأفريقية الجزائر كانت أول دولة يقوم فخامة رئيس عفتاح السيسي بزيارتها في 2014 عقب توليه الحكم إدراكا منه لأهمية الجزائر ودورها في دعم الدولة المصرية في هذا التوقيت والتخفيف من الضغوط التي كانت تتم في دخل الالحاد الأفريقي وسهمت الجزائر بقوة في هذا التوقيت في محاولات اللي بزلتها بعض الدول لتجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي الجزائر كانت من الدول اللي تصدت لده وسهمت بقوة في إعادة مصر إلى الحضن الأفريقي الجزائر دولة مهمة جدا في القرى الأفريقية ترتبط بعلاقات وطيدة مع العديد من الدول الأفريقية الجزائر على اشتباك دائم مع القضايا العربية وده يمكن إرجاعوا للتاريخ الطويل لنضالي اللي خادوا شعب الجزائر من أجل تحقيق الاستقلال كل هذه الاعتبارات يجب أن نضحها في الاعتبار ونحن ننظر إلى هذه الزيارة علاقات تاريخية خلينا نقول أن 10 و24 أكتوبر 1954 اندلاع الثورة الجزائرية اللي يمكن تحدث عنها بالأمس فخامة الرئيس عبد المجيد تبون مصر كانت الحاضن لهذه الثورة مصر وحدت الفصائل المقاومة الجزائرية في جبهة التحرير الشعبي وجيش التحرير الشعبي الزراع العسكري اللي يجبهة التحرير 55 مصر تبنت المطالب الجزائرية في مؤتمر باندونج 56 وده تاريخ فارق حتى هذه اللحظة هذا النشيد هو النشيد الرسمي لدولة الجزائر هذا النشيد لحنه الفنان المصري المفدع محمد فوزي كرمته الجزائر مؤخرا وأسرة الفنان الراحل محمد فوزي أهدت الجزائر كامل الحقوق لاستخدام هذا اللحن هذا اللحن ألفه شاعر ومناضل جزائري مفدي زكريا ومن خلاله تم بث روح القدرة على الصمود والقدرة على المواجهة وتحفيز الهمم في النضال لتحقيق الاستقلال 57 مصر كانت حريصة على تمثيل الجزائر أيضا في منظمة التضامن الأفرقسيوية 58 وده تاريخ فارق مصر استضافت المقر المؤقت لحكومة الجزائر في سبتمبر 58 وظلت مصر على دعمها لجزائر حتى تحقيق الاستقلال في 62 مش الجزائر بس ولكن كل دول الشمال الأفريق التي كانت تسعى لتحقيق الاستقلال في هذا التوقيت وهذا يرتبط بدور مصر التاريخي في دعم حركات التحرر في هذا التوقيت ويمكن مصر دفعت تمن دعمها للجزائر ولتونس وللمغرب تمن كبير جدا دفعناه في قدرة السردية العدو في هذا التوقيت على جذب فرنسا إلى جوارهم في العدوان السلاسي 56 منذ هذه اللحظات تشكلت علاقة تاريخية تجمع بين الشعبين المصري والجزائري وبين قيادات في الدولتين ترجمة نانسي قنقر